تنتظر بلدية الناصرية الشروع بجملة مشاريع بعد الاستثناء الذي حصلت عليه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخير توعد بتدليل العقبات وانشاء قنوات التواصل مباشرة مع رئاسة الوزراء لإتمام الإجراء الإداري للمشاريع ترأس الاجتماع دولة رئيس الوزراء والسيد الأمين العام كان حاضرا وبعض الساد الوزراء مع الحكومة المحلية في ذيقار ناقش الاجتماع ناقش كافة الأمور الخدمية من توفر خدمات جديدة وافتتاح لمرافق في محافظة ذيقار مهمة جدا مثل الجسر والمستشفى والمطار ومحطة الكهرباء الغازية أيضا تم تناول خطة صندوق إعمار ذيقار وكان ما يخص بلدية الناصرية المحور المهم هو مشاريع إنشاء الشوارع زيارة الكاظم يعول عليها الأهالي هنا والمراقبين بعد جملة مشاريع تم افتتاحها من ضمنها مستشفى الناصرية وجسر السريع فيما تم وضع حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي فيما تقول حكومة ذيقار بأن مشاريع النفطية ستعلن قريبا كاشفة عن اهتمام الحكومة الأمركزية بأمر محافظة ذيقار طبعا في محافظة ذيقار الكثير من المشاريع المهمة الوزارية وغير الوزارية لكن قد يكون هناك التنكل يحصل بسبب عدم المتابعة الجدية من قبل البعض لذلك بالرغم من مهام الكثيرة وبتأكيد رئيس الوزراء يعني رئيس دوله العديد من الأمور عنده لكن نرجو أن تكون متابعة دقيقة من رئيس الوزراء بصورة شخصية لكل المشاريع في محافظة ذيقار على الأقل تقدير بمتابعتها بعملية استمرارها بتذليل العقبات التي تواجهها لأنه أعتقد بأن وجود لجان أو المهندس المقيم لا يفي بالغرض بمتابعة تلك المشاريع إذا كان هناك دخول واسع من قبل رئيس الوزراء أعتقد بأن المشاريع سوف تسير بصورة صحيحة وتنتهي بوقتها المحدد نطالب من رئيس الوزراء أيضا نظر للمشاريع المتلكة المتوقفة الكثيرة في الناصرية من بينها مثلا مشروع البنى التحتية مشروع مجاري الناصرية نطالب بالعمل على تحريك عجلة الإعمار في المحافظة خصوصا هناك الكثير من المشاريع السكن المتلكة التي وصلت نسبة إنجاز محددة ووقفت وبحسب اقتصادنا فإن حركة العمار في محافظة الثقار تسجل ارتفاعا ملحوظا أكس السنوات السابقة لقناة تغييرها بالخفاجي الناصرية ترجمة نانسي قنقر